نزه العديد من منازلهم وملاجئهم بسبب الهجوم الإرهابي للجبهة الشعبية لتهرير التغري في إقليم عفار وعمهرة وسبب الأضرار بالمواطن وممتلكات وقال النازحون الذين وصلوا إلى مخيمات مختلفة إن النزوح كان فيه مشقة لقد واجهنا الكثير من المشاكل مات أشقاؤنا كثيرا في الطريق كان الأمر صعبا للغاية لأنهم سيطروا على منطقة كوبو جاءوا من كل اتجاهات بعد هذا وغادرنا منطقة كوبو والآن ليس لدينا شيء وإن أثرياء مدينة دسي يساعدوننا ولكننا لم نتمكن من التواصل بالعائلة نحن نعيش هنا الآن التي وهبنا إياها الخالق كنا في منطقة كوبو كنا في حالة جيدة من قبل وكنا نعيش بشكل جيد منذ زمن طويل لذا فقوتنا نحن ما نحصل عليه من هنا أو ما قدموه لنا مثل هذه الحياة هنا صعبة جدا على الأطفال لأنه لم يتمكنوا أن يعيشوا نوعية الحياة التي اعتادوا عليها لأنهم لا يفهمون المشكلة عندما خرجنا من المنطقة لم نأخذ معنا أي شيء ولا أحد منا يعرف أننا أموات أو أحياء قاموا المواطنون وقادوا بمساعدة هؤلاء النازحين وكذلك الإثبيون الذين يعيشون في الخارج ومنهم من أسر الإثبي وقفوا بجانب هؤلاء النازحين وأكدوا إنه لا ينبغي أن نكون بعيدين في مثل هذه الحالات وقاموا بمساعدة هؤلاء النازحين الإثيوبيون في دولة إسرائيل تبرعوا بأكثر من 1.7 مليون بر تساقطت المشقات على أهالي أمهر وعفر فذلك إن أعضاء الجمعية للدعم يقدمون دعما قويا ومستمرا حتى هذه الجمعيات أرسلتني نيابة عن مجموعات الدعم جئت وسلمت مليون سبعمائة وواحد بر إلى مشرفي الدعم في إثيوبيا قال السيد ينين هدامو الذي كان حاضرا في مكان الحادث الأضرار التي لحكت بمنطكتي عفر وأمهر إنه أكثر مما يقال وأضاف حان الوقت للمقتربين أن يساعدوا وهذا هو الوقت الذي يدعم فيه المقتربين إخوانه ما فعلته الجبهة الشعبية في إقليم عفر وأمهر محسن للغاية ثم تدمير الممتلكات في المنطقة وتدمير المرافق السحية وتعرضت المدارس والمراكز السحية للنهب إن الأدوات كلها مكسورة بحيث لا يمكن استخدامها مرة أخرى إذا كام الإثيوبيون الذين يعيشون في إسرائيل والإثيوبيون من أصل الإثيوبي في جميع أنحاء العالم الذين يعملون في الشركات الصغيرة والكبيرة بالدعم ونحن في وقت لإنكاذ حياة الإثيوبيين نحن في زمن التحرير الوطني وبهذه الطريقة يؤكدون أنهم بجانب الوطن مجتمع رواد الأعمال الإثيوبيين في إسرائيل هم الذين قدموا أكبر مساهمة لأن لديهم القدرة والآخر أعمال الذين يعملون في الأعمال الخاصة وفي المصانع لقد قاموا بالدعم بكل جدية بالإضافة إلى حفاظ على وجود البلاد يقولون إن المقتربين يجب أن يدعموا بنا السد النهضة الذي سيحل العديد من القضايا العالقة منسق سد النهضة أفادوا أنه لم يتبقى سوى 20% حان الوقت الآن لإنهاء 20% الآن الحكومة الإثيوبية استلمت هذه الحكومة الجديدة على بلد خزينتها فارغة والمثير للدهشة أن هناك مبلغ 38 مليار دولار سرق وخرج من البلاد رئيس الوزراء هو الذي ذهب إلى العالم العربي وعمل معهم لإحياء حركة البنوك وكان لم يستطع حتى دفع رواتب موظف حكومي لذا الحكومة الإثيوبية تنفذ من طاقتها والدين الذي وقع على عاتقها هذا هو الصحيح يجب على المغتربين والشعب الإثيوبي التوقف على القول سنبني منزلا أو مصنع ويجب الوقوف مع الحكومة والشعب الإثيوبي إذا كان لجولة ما أن تعيش كسيادة ويجب أن يتشارك الجميع في جميع جوانب الاقتصاد والسياسة رسالة السيد ينينها الدامو هي أن المغتربين يجب أن يجتمعوا ويكونوا داعمين ويسد الفجوات بينما الحكومة الإثيوبية مشغولة في حملة الإنفاذ القانون ترجمة نانسي قنقر